السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا جميعا في احسن حال اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم دي فيلا للاجار مفروشة فرش روعة جدا الفرش والعفش والتشتيب اللي خاص بالفيلا ارقى درجات التشتيب هنشوف النهاردة مواصفات الفيلا وبياناتها الفيديو سريع ما بياخدش خالص وقت منكم تابعوا معايا الفيديو وما دي نسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم من بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله الفيلا دي للاجار مفروشة والفيلا دي مكانها داخل من ارقى انواع الاماكن اللي موجودة في الشيخ زايد اسم الكمباوند ده اسمه الجاريا داخل منطقة بيفري هيلز الفيلا دي عبارة عن دورين فيها حديقة خاصة عبارة عن تلت غرف بالاضافة كمان ان فيه غرفة مصر وفيه تلاتة حمام الفيلا مكيفة بالكامل تكييف مركزي فيها انترقام المنطقة البيفري هيلز دي فيها كافة الخدمات الغرف والعفش والفرش اللي موجود فيها ارقى انواع العفش كمان حالته جيدة جدا كلها حاجات جديدة ده حمام من الحمامات الموجودة بقول لكم ان هي فيها تلاتة حمام كالاجار كالسياحة للمصائف المكان ده فيه الشيخ زايد يا جماعة بجد تشتبط روعة جدا حتى كمان هنشوف دلوقت الشكل الغرف اهو الغرف بصراحة حالته كويسة جدا سواء بقى فيه غرف اطفال فيه غرف نوم كاملة يعني اللي بيسكن ما بيحتاجش يجيب اي حاجة معاه هي مفروشة بالكامل شكل الريسبشن كمان دي الصفرة يعني موجود فيها كفة كل حاجة فيه حديقة خاصة كمان الاجار يا جماعة ايجار باليو يعني ايجار يومي او ايجار شهري وطبعا فيه مساحات كتير متنوعة كمان للي عايز مساحات اصغر اللي عايز شؤة اللي عايز غرفتين يعني على حسب كل الازواء ان شاء الله بتلاقوها موجودة في المكان لان دي شركة سياحة كبيرة وعندها كل الازواء وكل الطلبات اللي انتو بتطلبوها ده شكل الفيلا من برا زي ما قلتلكم هي فيلا دورين بتتأجر ايجار يومي او شهري وكده خلصت موصفات الفيلا وبياناتها لان ده فيديو سريع على طول هي الصور اللي موجودة وطبعا شايفين هنا شكل الريسبشن روعة جدا حلو قوي عفشو كله والاسبطات شغل عالي بجد المكان روعة جدا وكده خلصت المواصفات والبيانات اللي عنده اي تعليق او اي استفسار يكتب لي في الكومنتات وكمان كده واللي عنده فيلا او عقار او شقة او اي حاجة يبعتلي تصوير مصور لها بالعرض مع اضافة البيانات والتفاصيل الخاصة بالمكان وارسلها عن طريق الواتس او التيليجرام كده خلصنا المواصفات والبيانات اتمنى تكون مناسبة للي عايز حاجة اقجار مع السلامة وفي حفظ الله وستنون الفيديو جديد ان شاء الله وفي امان الله